مساء الخير أيها الأوفياء أطلالة جديدة نتمنى أن تكون مشوقة ممتعة ومفيدة الموضوع الذي سنتحدث عنه ربما استنتجتمه من خلال العنوان الشغل الشاغل للناس اليوم في منصة التواصل الاجتماعي هو الحديث عن هل نحن في حملة لمكافحة الفساد وهل هذه الحملة ستجدي نفعا مع الإثراء غير المشروع ومع الفساد والمفسدين هل بإمكانها أن تقوم بتنقية الأجواء في مجالس منتخبة هل بإمكانها أن تضع المفسدين في السجون وبالتالي تصادر أموالهم أموال الشعب قرنة البراءة دائما حاضرة ففي هذا الفيديو لن أتهم دعم الفساد ولن أبرئه اليوم هو أمام القضاء وحين يقول القضاء كلمته فإننا سنحترم تلك الكلمة وبالتالي ذلك الحكم سيلتصق بصاحبه بغيت نعطيك واحد لمحة عن هذه القضية قبل أن ندخل في النقاش لأنه ربما هناك عينات كثر داخل المجتمع من من يمارسون السياسة ومن من يمارسون تخصصات كالاقتصاد وغيرها وللأسف لا يعلم أحد متى حققوا تلك المليارات تلك الأرصد البنكية حتى وإن لم تكن في بنوك المملكة وربما تكون في بنوك أجنبية على العموم الفساد مخطط شي دولة كما كيقوله ونريكم البدايات قضية السيمو بدع ما قيل فيها ما تم في المحاضر بالإضافة إلى ردود الفعل التي كانت سواء من دفاعه أو حتى من الجمعيات المدافعة عن المال ونرى أجنبية ونرى أجنبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تثبت ادانته بغض النظر عن كل الملامح التي تؤدي والشهادات والجلسات والوثائق التي تؤدي بطريقة او باخرى الى ان هناك تورط في ملفات عدة كما قلنا قبل قليل تدير الملعام الرشوة غير ذلك التزوير حتى هو ولكن انا بغيت نمشي النقش معكم وهو واحد الحاجة اخرى لها علاقة في فعل مواطناتي يقوم به المواطن المغربي هو الانتخاذ الان جميعكم تشاهدون جلسات المجالس المنتخبة لا على مستوى مدو الكبرى ولا على مستوى قرى وبوادي تشاهدون الفعل السياسي كيف يترجم كيف يتم الاتهامات المتبادلة من معارضة واغلبية تشاهدون كيف ان البعض لا يتوفر حتى على مستوى ثقافي يعني مع رشة القانون الداخلي ديال تسير هذه المجالس ويخرق القوانين ليلة نهار تشاهدون التنابس بالالقاب المستوى المعرفي المتدني وحتى الاخلاقي هذا يدفع على التساؤل من انجح هؤلاء من جعلهم يتسيدون المشهد السياسي هناك مسئوليات مسئولية اكيد الهيكل المنظم الاطار الجامع اللي هو الاحزاب الاحزاب التي اصبحت تبحث عما يسمى بالكعكة الانتخابية وهناك مسئولية اخرى لدى المواطن المواطن اللي كيشد التدوير اللي كيمشي عن طيسوتو يبيع خمس سنوات من مستقبله ومستقبل ابنائه في بناء ربما قرية ولا دوار ولا مدينة من اجل 200 درام ولا 300 درام ولا 400 درام وربما عندك واحد الفيديوهات مصربة واتصالات هاتفية ناديك 800 صوت كان بامكاني اني مشي نبيعها فهذا كيدل يعني انك تصدر عن عن منتخب هاد شي كين وزع ما قال المغاربة ربما كيشوفوه ابانا العمليات الانتخابية ما نقولوش هو المشهد قاتم اسود لا كين احزاب سياسية لها مريدين لها اتباع هاللي غادي مع اليسار هاللي غادي مع حزب اسلامي هاللي غادي مع حزب لبرالي هاللي غادي مع حزب يسمي نفسه حداثي كين اوفياء الاحزاب اللي كي صوتوا عليهم وكي مشو كي نجحوا هذا وكي سقطوا هذا ولكن في المشهد تلوث واضح قدرون نسموه تلوث سياسي والمسئولية لكي شاهد هاد الفيديو انه حتى انت اللي كتهرب من العملية السياسية تمشي تصوت ولا تختار هذا ولا هداك انتك تفشل ربما شاب في القنيطرا او في الرباط او في اقادير عنده الرغبة انه يكون مسير عنده الرغبة انه يوصل البرلمان عنده الرغبة انه يكون في مجلس جماعة عنده الرغبة انه يكون في مجلس منتخب أي كان نوعه باش يدافع عليك على المستقبل ديالك ولديه الكثير من الصدق والمصداقية ولكنه دخل معركة خاسرة لماذا؟ لأن هناك فئات أخرى تملك المال وتوظف المال السياسي وفئات أخرى تنتميه لفئة الأعين وفئات أخرى من الحيتان كما يقال في عالم السياسة وبالتالي الأمر محسوم بالنسبة لهم وذلك الشاب سيعزف عن العمل السياسي وقد يعود أدراجه ويقول إسلام أنا ما تقش بغي أخدم إذن اليوم الإصلاح لا يتم فقط صدقوني بالقضاء ولا يتم فقط بأن نعاقب هذا وأن نجعل الآخر كبشة في داء أبدا إن الأعين سلطت اليوم على شخص فهناك آخرون في الظلام لا يشاهدهم أحد وإلا كيف لكم أن تشرحوا لي مثلا أن هناك من يقوم بصرف مئات للملايين وإلا لم أريد أن أبالغ المليارات لكي يصبح منتخبا في مجلس ما نواب مستشارين إلى غير ذلك وإش حال غا تقاضى تعويضات 30 ألف درهم 35 ألف درهم إش حال تعويضات السنوية في ذلك المجلس المنتخب مئات مليون لنبالغ تحتاج إلى عشر سنوات وما يزيد لكي تعود فقط ما خسرته في العملية الانتخابة ولكن هناك أرباح جانبية لأن تكون في اللعبة السياسية هذه الأرباح الجانبية هي التي تغري هؤلاء وهناك أيضا الحصانة الحصانة التي للأسف تجعلك تندفع وتذهب إلى مجالات أخرى وإلى مظاهر فساد أخرى بغيتني تسأل معاك عن قانون الجنائي الذي للأسف كلنا ننتظره وكان هناك اتهامات من المعارضة أنه تم سحبه من البرلمان بسبب فصول خاصة بالإثراء غير المشروع هل مجتمع يتحدث اليوم عن الإثراء غير المشروع؟ من أين لك هذا؟ لماذا لم يخرج بعد هذا القانون للوجود؟ هذا واجب السلطة التشريعية وواجب أيضا الحكومة ووزارة العدل تحديدا فين هي المصطرة الجنائية؟ فين هو قانون جنائي؟ يقولنا هو في قيد المعالجة ومقاربة الشاركي كذا لابد أن يخرج ليعلم المغاربة هذا الإثراء غير المشروع إن سيكون منصوص عليه قانون أم لا زينب العدوي رئيسة المجل الأعلى للحسابات دقت ناقوس الخطر وتحدثت في البرلمان التقرير صدر قبل أسابيع ونقشناه بتفاصيل تفاصيل ولكن قدمته أمام البرلمان كواجب دستوري لنستمع ماذا قالت بخصوص المنتخبين في دقيقة بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 أبريل 2023 على الوكيل العام للملك لدى محتمة النقد رئيس النيابة العامة 18 ملف تخص 14 جماعة رابية ومؤسستان عموميتان تابعتان لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سل القنيطرة وشركة موفوض إليها تدبير مناث مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس وذلك قصد اتخاذ إذن هذا ما قالته زينب العادوي 18 قضية وحيلت على القضاء وهناك أيضا 5000 منتخب لم يصرح بالممتلكات معرض أيضا للقضاء قبل أيام نسمع ما يحدث في في بوزنيقة أيضا المجلس المنتخب هناك ورئيسه وهناك أيضا بعض الشبه أو شبهات التي ستذهب به إلى القضاء سمعتم وشاهدتم وتابعتم المكالمة المسربة من آسف يعني هناك مشاكل كثيرة وكثيرة جدا حتى على مستوى الرباطة يعني الاجتماع الأخير الذي كان لمجلس الرباط شناءان كبير جدا حتى من أبناء الحزب الواحد وإن كان يعني صرحت سيدة العمدة بأن هناك فائض في الميزانية تقريبا ما يفوق 7 مليار أمر جيد أن يكون فائض في الميزانية ولكن الخلافات والشناءان والغوات اللي كان في الجلسة يؤدي بشيء بالفعل هؤلاء يعني يمارسون يمارسون السياسة ما بين أغلبية ومعارضة وهناك رقابة حقيقية وهناك فعالية للمجلسي بكل أنا لا أتحدث عن هذا النموذج فقط ولكن في مشاهد كثيرة جدا شاهدناها في مناطق متعددة الكل كي يشوف الفيديوهات ديال ديال هذه الجماعات وهذه المجالس حين تجتمع يعني وكأننا نتحول إلى حلبة مصارعة حتى على مستوى البرلمان يتكرر ذات الأمر حين يكون هناك شناءان ما بين الأغلبية والمعارضة ولكن المشهد السياسي لا يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها والفساد لا يمكن القضاء عليه بين عشية وضحاها اليوم قد نقول بأن الإعلام أصبح حتى الإعلام البديل من هنا نحيي يعني أصبح يلعب دور رقابي أكبر وله يعني مساهمة جبارة في مجال الكشف عن الفساد والمفسدين حيث يتناول مثل هذه الأمور بالنقاش والتحليل ويقدم صور وتسريبات وإلى آخره وهذا أمر محبب جدا لأن السلطة الرابعة اللي هو الإعلام مشي تلفازه إذاعة ولا جورنام ولكن حتى الإعلام البديل الجد اللي شاهده من مواقع إلكترونية صفحات على مستوى بعض المؤثرين حتى نساس اليوم لبعض منهم واللي ينفرم أصحاب الفيسبوك أنتم معاقلين على ذلك شيء يكون هناك خلاف يدخلوا شيء من الفيسبوك لمحاربة الفساد لهاشتاغ ما لكذا أصحاب الفيسبوك يعني محاولة لنبذهم وعدم التجاوب معهم وكأنهم في عالم آخر وكأنهم لا ينتمون لعالمنا ولا يعون ما يحدث بيننا على العموم كما قلت لكم من المسئولية هناك أجهزة رقابية للدولة هناك قضاء نثق باستقلاليته فالقادم أعظم أغاية للزينة بالعدوي رئيس المسئلة على الحسابات قلت خمسة ألاف عضو منتخب فنصرحينش بالممتلكات انسى الأحزاب التي لم تسوي وضعيتها المادية مع المجلس الأعلى للحسابات لأن هذا المجلس الأعلى هو مقص الرقيب للمالية العمومية في المملكة المغربية واللي حاضق وشيغال مؤسسات ويقدم عليها تقارير وعنده محاكم الجرائم المالية عنده اختصاصات كبيرة جدا أعتقد أن التقرير الذي صدر كان مزعزعا وكان فيه الكثير من التفاصيل وهناك ما أحيل على القضاء فصدقوني القادم أعظم وأتمنى أن تسود الشفافية ولكن في نفس الوقت أيضا تفعيل البند الدستوري رب المسؤولية بالمحاسبة كل سواسية أمام القانون واللي حصل يود أتبارك الله لكم